حوار الليلة مع مهند الخطيب السوري يشكل فسيف الساء كبيرة تجمع تحت مضلتها العديد من القوميات والأعراق والأديان والمذاهب وعلى مر التاريخ عاشت معظم هذه المكونات التي يسميها البعض بالأقليات في حالة من التسامح لكن ثلاثة سنوات من الحرب تركت بصمتها على الجميع وباتت هذه المكونات مطالبة باتخاذ موقف مع هذا الطرف أو ذلك نتابع أيضا في الجزء الثاني من حوار الليلة بعد اختطاف السفير الأردني في طرابلس قراءة في الواقع الليبي المرير مع وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز لا أحد ينكر أن الدولة الليبية لا تزال تبحث عن الاستقرار منذ قرابة ثلاث سنوات فالميليشيات المسلحة تتحكم في مقدرات البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبات من الصعب السيطرة عليها وكلنا نذكر حادثة اغتيال السفير الأمريكي في ليبيا قبل عامين واليوم حادثة اختطاف السفير الأردني في طرابلس فما حقيقة ما يجري في ليبيا وضع الأقليات في سوريا في ظل الحرب هو موضوع الجزء الأول من حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفينا من الرياض عضو الاتلاف السوري المعارض زياد أبو حمدان معنا أيضا من لندن الكاتب والبحث السياسي عمار وقاف أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك قبل ذلك دعونا أولا نتوجه إلى دمشق معنا من هناك عبر الهاتف الأم فادية اللحام رئيسة دير ماري عقوب مساء الخير مير فادية مرحبا بك معنا في هذا الحوار تسمعينني جيدا طيب أعتقد لدينا مشكلة بالاتصال ربما عودنا الاتصال بالأم فادية اللحام بعد قليل أنتقل مباشرة إلى الرياض مع الأستاذ زياد أبو حمدان مساء الخير أستاذ زياد مرحبا بك معنا في حوار الليلة الحديث يدور في الآوين الأخيرة حقيقة منذ فترة حول وضع الأقليات في ظل الأزمة السورية في ظل الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة خاصة في الغرب هناك اهتمام خاص كما تعلم جيدا بوضع الأقليات وخاصة المسيحيين منهم هل اليوم الأقليات في سوريا بمختلف انتماءاتها وفئاتها في وضع سيء كما يتردد في الأخبار مساء الخير أخي مهند لك والسيدات والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم من لندن وتحياتي للأم فادية من دمشق وضع الأقليات في الثورة السورية منذ البداية هو وضع حرج ودائما كان هناك توظيف لوضع الأقليات توظيف داخلي من قبل النظام وايضا استغلال خارجي لهذا الوضع وبالتالي الأقليات دائما لها وضع خاص ويحسب لها حسابات مختلفة إن كانت في سبيل التأييد أو في سبيل المعارضة وما يحدث على الأرض يدل على ذلك هذا الحراك الخجول إن صح التعبير للأقليات وتوجسها الحراك خجول بأي اتجاه تقصد اتخاذ موقف واضح مما يجري في سوريا نعم سيدي الأقليات دائما مهمشة في كل الأوقات حتى في أوقات السلم كانت مهمشة شأنها شأن كثير من شرع الشعب السوري نحن نتكلم طبعا عن القضية السورية فالأقليات جزء من الشعب السوري المهمش الذين دائما كانوا على هامش السياسة وهامش الاقتصاد وبعيدين عن مراكز القرار وأيضا كانوا أكثر ولكن هذا ينطبق على غالفية كبيرة أستاذ زياد في المجتمع السوري قبل الأزمة نتحدث عن تهميش خارج دائرة صناعة القرار خارج الوضع الاقتصادي الجيد خارج الحياة السياسية هذا لا ينطبق فقط على الأقليات ما قبل الأزمة نعم أنا قلت أن هذا التهميش طال كل شرع الشعب السوري تقريبا من حيث استأثار النظام بالسلطة للمنتفعين حوله من مختلف الطوائف وأكثرهم من السنة حتى نكون موضوعيين النظام وظف سلطته في سبيل الاستمرار بالسلطة والنفوذ والاستبداد واستخدم كل الوسائل واستخدم مختلف الشرائح في المجتمع وبالتالي لا يحسب حساب فقط للأقليات إلا من زوايا المشاركة بالثورة ونضالهم من أجل الحرية والديمقراطية ومساهماتهم الواضحة في تطور سوريا وانتمائهم الوطني العالي بغض النظر عن الأيديولوجيات الدينية والمذهبية والفكرية والطائفية طيب سأنتقل للأستاذ عمار في لندن مساء الخير أستاذ عمار مرحبا بك معنا دعني أسألك عن رأيك في موضوع الأقليات يعني الأقليات في سوريا يعني البعض يقول أنها ما أخذ موقف وسط أو على الأقل غالبيتها لا تبدي تعاطف واضح ومعلن لا مع النظام ولا مع الحراك الشعبي في سوريا والآن ما أصبح حرب طاحنة هل بالفعل هذا هو موقف الأقليات أم أن هناك أمور أخرى ربما لا نعلمها جيدا مساء الخير لكم ولضيوفكم العزاء حقيقة ما أعلمه عن نوضع كامل الأقليات بأنها شعرت بالتهديد منذ بداية الحراك في سوريا ليس بنتيجة بأنها استهدفت هي كطوائف معينة أو كأقليات معينة ولكن بسبب الآلية التي يتم فيها الترويج للدولة السورية التي يفترض أنها ستقوم على أنقاض الدورة السورية الحالية يعني هذا الكلام بأن الهوية الأساسية لهذه الدولة لن تكون يشترك فيها الجميع كما كان الحال عليه منذ نشوء الدولة السورية حقيقة بعيد الحرب العالمية الثانية لن يكون كل المواطنين هم مواطنون درجة أولى يجب أن ينزلوا إلى درجة ثانية وهذا أثار حفيظة حقيقة الكثير من الأقليات وهدى هذا إلى شعور البعض بتهديد وجودي فكان الوضع على أنهم تمسكوا بالشكل الحالي للدولة وبالوضع الحالي للدولة السورية كخيار أفضل بكثير من الذهاب إلى المجهول في هذا الاتجاه الذين لا يرون فيه خيرا يعني تقصد اختارت هذه الأقليات أفضل السيئين؟ يعني لكي أكون معك صريحا كل الشعب السوري حقيقة لا يوافق شوف النظام السوري النظام السياسي السوري يعني عادة نحن نقول النظام السوري النظام السوري يقصد فيه عادة مجموعة الأشخاص فلان وفلان أو هذه الطغمة الحاكمة أو كذا لكن حقيقة أنا أود هنا أن أعرف النظام السوري وأشير إليه على أنه أسلوب عمل هذا الأسلوب العمل لا يختلف في سوريا كثيرا عن ما هو الحال عليه في الأردن أو العراق أو السعودية أو مصر هذه أنظمة الدول العربية ما يختلف هو تركيبة المجتمع السوري التي تضم أعراقا ومذاهب كثيرة فإذا آلية العمل هي فيها مشاكل تسمح هي آلية عمل من الأعلى إلى الأسفل تسمح بتشكل فساد ربما تسمح بواسطات أو محابات تسمح إلى ما هناك فهذا يسبب مشاكل كثيرة ويسبب نوع من عدم العدل الذي تشعر به طبقات كثيرة وهذا لا غير حكر على طبقة الأكثرية أو الأقلية إذا قسمنا المجتمع السوري على حدود طائفية وإنما الجميع يشعر بذلك لكن من تصدى وأطلق شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان أطلقها على خلفية واضحة جدا من الفكرة المذهبية سيادة عنصر معين القضية ليست هي سيادة عنصر معين ولكن كيف يتم النظر لي أنا كسوري؟ هل حاليا أنا ينظر لي أنا كسوري؟ لا يسأل لا يوجد على هويتي ما يقول بأنني أنا سني أو علوي أو مسيحي أو درزي أو إلى ما هنالك ولكن معروف هناك تنييز أستاذ عمار كما تعلم جيدا سواء في التعيينات سواء في الأفضليات سواء في الفوائد التي يحصل عليها الأبناء الذين ينتمون إلى طائفة معينة دون غيره يعني الوضع في سوريا لم يكن وضعا مثاليا كما تفضلت يعني هو ينطبق على الكثير من الدول المحيطة أيضا يعني أعطيني مثالا على هذه الأفضليات لو سمحت أنا أعطيك مثالا تعيينات في الجيش مثلا الرتب العالية في الجيش للطائفة العلوية يعني هذه ما بيختلف عليها اتنين شوف يا سيدي أنا كواحد من أبناء الطائفة العلوية يعني أستطيع أن أقول لك الآتي مسألة أن أبناء هذه الطائفة يذهبون إلى الجيش هي مسألة بسيطة جدا يقولوا الأبن لابني يا أبني أنت أدي جمعت بالوكالوريا شو بتعطيك علاماتك يا بابا والله بتخليني يدخل حقوق يا بابا بدي أصرف عليك أربع خمس سنين بالجامعة وبعدها سنتين بالجيش وبعدها بدك تتدرب سنتين محامية عشر سنين ما دخلت لي فرنقو أنا كل اللي عندي هالقطعطين الدنوم الدنومين الأرض اللي بدي عيش أنت وإخواتك الخمسة روح يا أبني على الكلية الحربية بيعطوك راتب من أول يوم وبتأخذ مهنة محترمة وبتصير ضابط محترم هذه هي الفكرة يا سيدي لا يوجد أفضلية يعني اليوم المراكز الأورية في القوات المسلحة ليست حكرا على الطائفة العلوية برأيك؟ طيب يعني رئيس الأركان ورئيس وزير الدفاع وانت ما نك شايف يعني لحقيقة الأمر سيدي النظام السوري أقرب مجتمع للمجتمع السوري هو المجتمع اللبناني الفرق ما بين النظامين السياسيين في الدولتين هو أن الدولة السورية تراعي مسألة التمثيل هذا الكلام ليس فقط حاليا وإنما منذ الاستقلال ولكنها لا تعمق الحدود يعني لا يوجد شيء محفور في الصخر أن فلان يجب أن يكون سني وفلان يجب أن يكون علوي طيب لكن الفكرة هي أنك أنت بسبب أن أبناء الريف عموما لسبب الضائقة الاقتصادية وهذا ليس حكرا على مناطق أبناء العلويين قد يكون موجود في درعة أيضا وقد يكون موجود في دير الزور أبناء الريف عموما هم يدخلون إلى الجيش ويقومون ببناء مستقبلين تأثر الأقليات بالحرب الدائرة في سوريا اليوم أعتقد الأم فادي اللحام رئيسة دير ماري عقوب أصبحت جاهزة معنا على الهاتف مساء الخير مير فادي تسمعينني؟ بساء النور أيوة أيوة مرحبا بك معنا في هذا الحوار نتحدث مير فادي عن ما يتعرض له أو تتعرض له الأقليات في سوريا اليوم نتيجة هذه الحرب الطاحنة التي تدور هناك قلق كما تعلمين جيدا خاصة في الأوساط الغربية من أن المسيحيين تحديدا في سوريا اليوم بات وضعهم في خطر ومهددين هناك هجرة هناك سوء معاملة هناك البعض يقول مجازر ترتكب بحقهم كيف هي الصورة كما ترينها أنت فيما يتعلق بمسيحيين سوريا اليوم في ظل هذه الحرب سيدي أنا بنقدك أن الغرب هلأني هو زعلين على المسيحية بسوريا لا سوء الحظ لا الغرب ولا حدا عم يهتم بأمور الشعب بسوريا وبالمدنيين يلي عم يتخذوا دروع بشرية وعم يدفعوا 8 سنين يلي بدي أقول أنه اليوم بسوريا كلهم صاروا أقليات لأنه الهجمة يلي عم بتصير بسوريا يلي جي من الخارج لأنه إذا بالأول بلشوا مظاهرات تلمية تطورت ومن ثم صار فيه تمحور جديد لهالحراق بتدخل أجنب تثيف وبمسلحين آتينا من الخارج شو صار فيه صار فيه ناع من انفجار للبنية الهيكلية للبنية الاجتماعية السورية مثل ما تفضل ضيفك الكريم يلي أنا كتير قدرت القليل يلي سمعت منه هيد البنية هيد الهيكلية التعددية للشعب السوري يلي هي فريدة من نوعها وبتشترك فيها بينها وبينها وبينها لبنان وكمان قليلا فلسطين والأردن والعراق هيد البنية التعددية جربوا ينصفوها عندما تنصف مين اللي جرب ينصفها مير فادية الذين تدخلوا في هندسة الخراب أنا عم بيحكي عن هندسة الخراب بس حك تفكر أن القصة صارت حرب أهلية هيك يعني من فترة أبيها هيد اسمها هندسة الخراب شفنيها بالعراق، شفنيها بأبروش، شفنيها باللبنان، شفنيها بالعراق، شفنيها بليبيا، هندسة الخراب بتتغير المقاربات، ولكن هي نفس الهندسة يلي بدي أقول أنه على الكتلة التعددية الجميلة يلي هي مثل الفسيفساء يلي كانوا عم بيعيشوا مع بعض مع بعضهم، فيه إحتيكات مثل أي مجتمع، لو كان مجتمع إحادي الجانب هذا كان فيه إحتيكات ولكن أنا عم عيش بسوريا منذ عشرين عام كنا عيشين عيشة جميلة جداً أنا ما عم بحكي من الناحية السياسية أو مثل ما حضرتكم تفضلته نظام نحن نعرف دولة هذه الدولة كمان مثل ما قال ضيفك الكريم هي مماثلة لكل الدول اللي موجودين بالشرق الأوسط هذه البناء الاجتماعية اللي فيها ويقام انفجرت صار فيه أقليات وينما كان وإذا بدك أحكي خصيصاً عن الأقلية المسيحية هي كماني دفعي تمنى ولكن ليش أكتر من غير أقليات يعني أنا بدوم بهذه التثمية أهل الصنة لأنه أهل الصنة كانوا أكتر من غيرهم لأنه أهل الصنة بأغلبيتهم الصاحقة أرادوا الدولة أرادوا الدولة وإن هي اللي تهجروا إذا بتعمل أنا كنت مخيم اليرموك مخيم اليرموك في عندك فلسطينية في عندك مليون ومثلين وخمسين ألف إنسان قميش تهجر من مخيم اليرموك تهجر مليون ومثلين وثلاثين ألف إنسان أوكي كل ليطن سيدي كل ليطن إلا بركي عشر بالمية من أهل الصنة وإذا ما عندي وقت بس بيقلك وين ما كان بي حمص بي حما بي حلب بي المناطق الشمالية الشرقية بي درعة نحن عم نحن عن أهل الصنة هالأقليات يلي أنت بتسميها أقليات إذا كان مثلا الأقلية الإسماعيلية يلي أكلتها تماني أو الأقلية المسيحية عم بيكلوها بس عم بيكلوها يعني كجرد لكل هالتخبط يلي عم بيسير بسوريا لتفسيد الدولة السورية نعم ولكن نير فادي اسمحي لآطك البعض يقول أن هناك استهداف خاص للمسيحيين خاصة من التنظيمات المتطرفة التي باتت الآن يعني موجودة بشكل واضح على الساحة السورية فالمسيحيين ربما لهم وضع مختلف لا لا هذه شغلة استناعية بس حك تفكر أنه هالتكفريين هن اللحن عم نشيل الدولة هيدول بس دماء بيكونوا بيقواتمالا أو بيكونوا بميكا وداجوا بيسمون غير شي بيسموها كونتراس بيجوا لعنا هيدول الإرهيبيين بيحطولهم إتكاد بيحطولهم عنوان على شبينهم أنه هيدول جبهة نصرة بس هن هالتكفريين منهم إلا تخريبيين بيبعثون ناع من جراد ما هيك عنده بس ضوء أخضر لحتى يخرب ويأكل الأخضر والياب طيب ميرفاديا في الوقت المتباقي لو سمحتيلي بدي أسألك عن مسألة ذكرتي التهجير فيما تعلق بمخيم اليروك ماذا عن المسيحيين هناك حديث أيضا عن أن معدلات الهجرة بين المسيحيين في سوريا ارتفعت بشكل كبير في الأونة الأخيرة هل لديك أي معلومات أو إحصائات حول هذا الموضوع أكيد أكيد الشعب السوري بيكام غعم كجر يا سيدي أنا ليش ما بدي أركز على المسيحيين لأنه عن جده خلينا كل الكلة يعني يسمعني هذه الحرب أكرت الأخضر واليبس عند الجميع اليوم في 7 مليون نازحين داخل سوريا بينتهم 10% مسيحية وفي 2 مليون نازحين خارج سوريا بينتهم 15% مسيحية هذه هي إذا بدك الأرقام الحقيقية من هوني أنا بقول أنه المسيحي عم يتشارك مع خيه بالمواطنية السورية بهذا الكبوس يلي الدول التي تتدخل في الشأن السوري حضرته بطريقة كثير يعني موضوعية وبمهنية عالية مهنية التخريب شكرا جزيلا لك يا أم فادي اللحام رئيسة دير ماري عقوب كانت معنا عبر الهاتف من دمشق أعود إلى ضيفي من الرياض الأستاذ زياد أبو حمدان ربما لك تعليق سريع أستاذ زياد مسألة هندسة الخراب التي تحدثت عنها المير فاديا قبل قليل أنه هذا يعني مخطط له والمخطط لا يشمل فقط الأقليات بل أن الجميع مشمول في هذا المخطط ما رأيك أحيي مير فاديا من دمشق واستخدام هندسة الخراب استخدام موفق هذا أمر صحيح وبدلائل ما يحدث على الأرض لكن نحن الآن بصدد تقييم ما هو سبب هذا الخراب الأساسي وما سبب وجود هذه الهندسة واختراعها في سوريا هناك هندسات كثيرة أو أشكال كثيرة من الهندسات لتخريب النسيج الاجتماعي السوري وتخريب العلاقات السورية بين مختلف طوائف الشعب السوري وإحداث ثقافات جديدة من القتل والخطف وكل أنواع الإرهاب التي مورست من قبل النظام بالدرجة الأولى وكان جاذبا لكل أنواع الإرهاب من الخارج وبتسهيلات من أجهزة استخبارات دولية يعلم بها النظام تماما ووظفها واستخدم مثلا داعش وكثير من تصرفات جبهة النصرة للتدليل على صحة موقفه أنه يحارب الإرهاب هل هذه الادعاءات السوريات مسألة أن النظام يحاول الترويج دائما بأنه هو حامي الأقليات هل هذه المقولة لها أي تأثير أو أي صدى خاصة في الأوساط الغربية أخي الكريم هذه الحجة أو هذا التسويق الإعلامي هذا تسويق فاشل ومنقوص لأن أي نظام في الكون يجب أن يكون حامي لكل شعبه وليس حاميا فقط للأقليات أو للأكثرية يجب أن يكون على صراط من العدل وتوزيع الفرص وتوزيع الأعمال وتوزيع الرفاهية للشعب الذي يحكمه أيضا إيجاد وسائل للدخول بالحضارة التي ابتعد بها النظام داخل سوريا لقد ابتعد كثيرا عن الحضارة وانسلخ عن الجو العام حتى في الناحية الإقليمية الشعب السوري أصبح يعاني من كثير من التخلف في كثير من نواحي الحياة الرفاهية مقارنة بمن حوله بغض نظر عن المقارنة مع الدول الأخرى وأيضا المقاربة الكبرى التي قربها النظام أن الشعب السوري لا يحق له الثورة على نظامه لأن نظامه مختلف لكن ثبت تماما أن هذا النظام هو من ممارسات هذا النظام من أبشع ما تم حتى الآن في التاريخ نعم دعني أنتخل أستاذ أستاذ عمار في لندن أستاذ عمار ما رأيك المعارضة دائما تقول أن النظام في سوريا يعني يحاول استغلال موضوع المسيحيين لإثارة تعاطف الغربي بالدرجة الأولى ما رأيك يعني حقيقة هناك حديث في أنه تسليط الضوء على المسائل التي تهم مثلا المواطن الأوروبي أو التي يمكن أن تعاطف معها المواطن الأوروبي نعم هذا صحيح لكن القضية هي ليست أن النظام السوري هو يريد أن يجعل من المسيحيين أيقونة وتعالوا شاهدوا كيف أن هذه المعارضة تتسبب بتهجيرهم حقيقة هي الفكرة أن الدولة السورية بنسجها بتعايشها الذي هو ما زال صامضا بالمناسبة ما يزال صامضا يعني أنت إذا ذهبت إلى مدن الساحل السوري سوف تجد يعني مئات آلاف الناس من النازحين من حلب ومن دير الزور ومن الرقة ومن حمص وهم من الطائفة السنية وليسوا علويين يعني ما زال التعايش قائما جدا يعني لكن هناك عقلية أليست القضية أن أنت لديك مجموعة بشرية معينة تريد أن تفعل شيئا ما أنت لديك عقلية معينة ألا وهي أنا أنتمي لهذه الطائفة إذن أنا وضعت حدود بيني وبينك أنت الذي تنتمي لتلك الطائفة لا يمكن لهذه الحدود أن يتم تجاوزها علينا أن نفكر بشكل مختلف يا أخي ما هي مصلحتك ما هي مصلحتي ولنجد لنفسنا طريقا هذا هو الصراع الحقيقي في سوريا وأنا أؤكد لك أن معظم الذين يفكرون بالاتجاه الثاني يلي هو تعالوا لنرى أي مصالحنا بدل أن نضع حدود لا يمكن تجاوزها أغلبهم هم يقفون في صاف الدولة السورية محافظين عليها ويذهبون إلى أعمالهم يوميا بغيت أن تقضل هذه الدولة قائمة حقيقة شكرا جزيلا لك الأستاذ عمار وقاف الكاتب والباحث السياسي كان معنا من لندن شكرا لضيفي من الرياض الأستاذ زياد أبو حمدان عضو الاتلاف السوري المعارض وطبعا شكرا للأم فادي اللحام رئيسة دير ماري عقوب التي كانت معنا قبل قليل عبر الهاتف من دمشق تتابعونا في الجزء الثاني من حوار الليلة ليبيا الواقع المرير لدولة لا تزال تبحث عن نفسها اختطاف السفير الأردني في طرابلس وسيادة منطق القوة في ليبيا هو موضوع الجزء الثاني من حوارنا لهذه الليلة أرحب من جديد بضيفنا من القاهرة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك معنا الوزير مساء الخير مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية بداية الحدث الأهم والأبرز والأخطر هو خطف السفير الأردني اليوم في طرابلس بداية ما هي آخر المعلومات المتوفرة عن هذا الموضوع وخاصة الجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية لمحاولة إطلاق صراح السفير أولا شكرا على إذاحة هذه الفرصة وفي نفس الوقت أود أن أؤكد بأن اختطاف سعادة السفير المملكة الأردنية الهاشمية عملا غير مقبول على الإطلاق ويتنافع مع أخلاقيات الشعب الليبي وتنافع مع دين أو عادات أو تقاليدة الأردن في الواقع ملكا وحكومة وشعبا وقفوا مع الثورة الليبية منذ البداية وقدمت الأردن كل التسليلات وكل الخدمات وكل المساعدات اللي يمكن أن يقدمها دولة شقيق للأسف الشديد الذين قاموا بهذه العملية هم جماعة خارجة أو مارقة عن القانون وليست تحت سيطرة الدولة ونحن نمر بظروف استثنائية صعبة جدا وكما تعلمون هناك بيان من وزارة الخارجية لإدانة هذا العمل الإجرامي بالإضافة لهذا نحن الآن على كافة المستويات سواء على مستوى رئيس الوزراء أو مستوى وزارة الخارجية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأيضا إقحام بعض القادة الميدانيين لكي يصلوا إلى حقيقة هذا الاختطاف ما أود نؤكده الآن وآخر المعلومات التي وصلتني بأن سعادة السفير في أمان إن شاء الله وهذه معلومات جدت عن طريق جهات غير رسمية حتى فيما تعلق بالنسبة لمطالب هذه المجموعة جاءت عن طريق جهات غير رسمية ولم تخاطب الجهات الرسمية مباشرة فنحن أملنا كبير بأن يكون هناك تواصل مباشر بين الجهات الرسمية وهذه المجموعة حتى يمكننا الوصول إلى حل أود الإضافة أيضا بأن قضية المسجون الليبي في الأردن كانت هناك تواصل مع السادة المسؤولين في الأردن منذ شهور ونحن نحترم القضاء الأردني وبالتالي إذا كان هناك أي حل لابد أن يكون في إطار التعاون القضاء في المسائل الجنائية أو أيضا في إطار اتفاقية نقل السجناء إذا كان هناك رغبة من طرف السلطات الأردنية لتسليم هذا الشخص أو نقله لقضاء عقوبته في ليبيا احترامنا وتقديسنا لسلطة القضاء واستقلية القضاء في الأردن ونحن لا نريد أن تكون هناك سابقة بأن يكون هناك نوع من المقايدة فكل مرة يكون هناك سجين في بلد معين يخطف أحد المسؤولين أو أحد السفراء أو أحد رعاية ذلك البلد من أجل ممارسة الضغط هذا سلوك غير حضاري وسلوك غير مقبول ونحن كما تعلمون جميعا نمر فعلا بفترة صعبة جدا ومرحلة استثنائية المؤسسات الأمنية لم تبنى بعد لازلنا في إطار البناء وهذا الذي يفرقنا بين الثورة في مصر أو الثورة في تونس والثورة في ليبيا نحن في الواقع ليست لدينا الأجهزة التي لديها الآليات الكافية لكي تواجه هذه المجموعات الخارجة عن القانون طيب مع الوزير فقط أريد أن أتأكد مما ذكرت فيما يتعلق بوضع السفير فواز الأيطان كما فهمت من حديثك هو بحسب المعلومات المتوفرة لديكم بخير وفي أمان في هذه اللحظات نعم نعم آخر المعلومات التي عندنا فعلا سعادة السفير في مامن ونتمنى أن يستمر في مامن إلى أن تحل هذه المشكلة إن شاء الله هل الجهة أو الجهات التي اختطفته معروفة معالي الوزير إلى غاية الآن أود أن أؤكد بأننا لسنا على دراية على المستوى الرسمي بمكان هذه المجموعة وطبيعة هذه المجموعة ونحن لا نريد أن نعتمد على نوع من التكاهنات لابد أن يكون هناك معلومات صادقة ومعلومات يمكن الاعتماد عليها حتى يمكننا توفيرها للأجهزة العالمية ولرجل الشارع إذن المطالب التي تقدمت بها هذه الجهات عن طريق من تحديدا هي جهات غير رسمية في تواصل غير رسمي بحكم أن هذه المجموعة خارج عن القانون لا يمكن أن نقول بأن الدولة لها تواصل مباشر معها مباشرة ولكن نظرا للظروف التي نمر بها الآن هناك بعض القادة الميدانيين وهناك بعض الناس الوطنيين الذين الآن يبذلون جهودا كبيرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية حتى نتمكن من إيجاد حل هذه المشكلة بإذن الله معاني الوزير هذا يقودنا للسؤال ما الذي يجري في ليبيا اليوم يعني اليوم ليبيا تملك كل مواصفات ومؤهلات الدولة الفاشلة تماما هناك ميليشيات تحكم البلد لا سلطة للحكومة لا سلطة للمؤتمر الوطني العام رئيس وزراء يختطف من غرفة نومه أيضا رئيس الوزراء المكلف تم الاعتداء عليه منشآت نفطية يستولى عليها من قبل مجموعات مسلحة ميليشيات تجوب الشوارع ليلة نهارا كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في ليبيا بعد أن تفائل الناس بثورة 17 فبراير أولا لا بد أن نعدل فيما يتعلق بالحكم على الأوضاع في ليبيا لأن الانتقال من مرحلة الثورة لبناء الدولة ليس بالأمر اليسير وخاصة أن العديد من هذه المجموعات المسلحة وأفرادها وقياداتها الميدانية كانت قد شاركت في تحرير ليبيا في ثورة 17 فبراير وبالتالي هذه المجموعات الآن ترى أن يكون لها دورا رئيسيا ومحوريا فيما يتعلق بقيادة السلطة في ليبيا الجديدة والحكومة الآن والمواطم الوطني العام لديه خيارين أساسيين إما الخيار استعمال القوة وهذا ليس بالأمر الجيد أو الأمر الحكيم هل يملك القوة أصلا استعمالها معالي الوزير؟ أولا نحن لدينا العديد من الثوار والقادة الميدانيين الذين يؤمنون بليبيا الجديدة ويؤمرون بأداف الثورة ولديهم الاستعداد أن يقوموا بعمليات ضد هؤلاء الماريقين عن القانون ولكن لا نود أن نصل لما رحلت أن ليبي يقاتل ليبي آخر نحن كفانا الدم الماضي وكفانا الحرب الماضي وكفانا أيضا 42 سنة من نظام القمعي والتقتيل والتعذيب فنتمنى أن يكون هناك حوار وحقيقة الأمر الآن الحوار هو الأساس فيما يتعلق مع هذه المجموعات حوار مع هذه المجموعات الخارجة عن القانون معالي الوزير أنت قبل قليل قلت نحن ضد مقايضة كنا نتحدث عن موضوع السفير ضد المقايضة مع هذه المجموعات الآن تتحدث أنت وصرحت قبل يومين بأنكم أجريتم حوار مع هذه المجموعات المتطرفة المسؤولة عن حالات اغتيال المسؤولة عن فلتان الأمني كيف تتفاوضون مع هذه المجموعات الحوار لا بد أن يستمر زي ما ذكرت لحضرتك نحن لسنا على استعداد لشن حرب ضد هؤلاء لأن في النهاية هم ليبيين الحوار مهم جدا والحوار هذا يتم أيضا ليس فقط عن طريق الرسمي ولكن لدينا حكماء ولدينا شيوخ قبائل ولدينا قادة ميدانين مخلصين لهذا البلد ولديهم كافة الاستعداد أن يكون هناك تحاور وهناك تواصل حتى نصل إلى حلول بعيدا عن الدم لو أخذنا على سبيل المثال الحصر مشكلة احتلال الموالي النفطية أخذت حوالي ثمانية شهور وضيعنا لا يقل عن ثلاثين مليار دولار من مزانية الدولة نتيجة عدم إنتاج النفط ولكن الحكومة كانت في الواقع في موقع لا يمكن استعمال القوة مهما كان وبالتالي كان هناك نتيجة لهذا الصبر ونتيجة لهذه الحكمة ونتيجة لهذه التحاور حتى في النهاية استطعنا أن نصل إلى حل ليس حلا كليا ومثاليا ولكن استطعنا أن نصل إلى حل بالنسبة لليبيا أخي العزيز الوضع في ليبيا وضع يختلف عن الثورات العربية الأخرى نحن لدينا ما زال البعد القبلي ولدينا مجموعات مسلحة كبيرة ساهمت في الثورة ولزالت تنتظر أن يكون لها دور لدينا تحدي كبير فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية لدينا تحدي كبير فيما يتعلق ببناء الجيش وبناء الشرطة وبناء جهاز المخابرات وهذا ليس بالأمر اليسير وبالتالي نحن عندما نتحدث عن الوضع في ليبيا هو وضع فعلا يختلف عن الوضاع في الثورات الأخرى ونحن نطلب من المجتمع الدولي سواء كان أشقاء أو أصدقاء من الدول أخرى زي ما هم قدموا الدعم لليبيا عن طريق حماية المدنيين أيام الثورة نتمنى أن هذا الدعم يستمر حتى نتمكن من تحقيق الانتقال من مرحة الثورة لبناء دولة المؤسسات والقانون تطالب مع الوزير بتدخل دولي ليبيا كما أعلم ما زالت تحت الفصل السابع أليس كذلك؟ يعني هناك إمكانية لمثل هذا التدخل لا نحن لا نطلب ولا ننادي بتدخل دولي نحن نريد الدعم من أشقائنا ومن شركائنا الدوليين حيث أننا لازلنا فعلا تحت البند السابع المتحدة وهذا الدعم لا بد أن يدعم في تقديم الخبرات تقديم التدريب المتخصص فيما يتعلق بتدريب الجيش وتدريب الشرطة فيما يتعلق بتدريب القضاء لإيجاد نظام عدالة جنائية ناجح وفعال وإنساني حتى يمكننا أن ننفذ وتطبيق أيضا قانون العدالة الانتغالية نحن طبعا تحصلنا على هذا الدعم وإذا سمحتوا لي أذكر نتائج مواطم الرومة التي فعلا حضرت فيها أكثر من 38 دولة بما فيهم دول الجوار والدول الأوروبية وأيضا بما فيهم أيضا روسيا التي لم تحضر مواطم الرومة في السابق وأيضا الصين وهناك دعم قوي جدا من المجتمع الدولي لكي يساهم في أن تتمكن ليبيا من الانتقال من مرحل ثولة بناء الدولة بطريقة أكثر سلاسة هناك تحديات كثيرة ولكن أنا أثق بأن الشعب الليبي والقادة المدنيين الذين ساهموا في 13 فبراير سيكونوا على مستوى المسؤولية بحيث أنه حق يتقدم في هذا المجال مع الوزير وردنا كم هائل حقيقة من الأسئلة من السادة المشاهدين أود أن أطرح عليك بعض هذه الأسئلة سراج الدين الأتروشي يسأل من يحكم ليبيا اليوم ومن المستفيد من حالة الفوضى التي تعيشها البلاد من في السلطة اليوم على رأس السلطة في ليبيا أولا لا بد أن نخذ في الاعتبار أن ليبيا الآن في هذه المرحلة أولا لدينا مؤتمر وطني الذي تم انتخابه وهو يمثل شرعية الشارع الليبي ولدينا حكومة انتقالية ونحن زي ما ذكرت حضرتك في بيطار بناء مؤسساتنا الآن ونقولها بصراحة هناك أزمة ثقة بين الشارع الليبي وبين المؤتمر الوطني العام وهناك أيضا أزمة ثقة بين الشارع الليبي وبين الحكومة وأيضا أقولها بصراحة هناك أيضا ما يسمى بأزمة ثقة بين المؤتمر العام وبين الحكومة هذا الخلل المتواجد في ليبيا الآن لديه طبعا يكون له نتائج سلبية على عملية المصاري الديمقراطي وعملية الإصراع بإنهاء المرحلة الانتقالية نهيك عن الأحزاب السياسية لدينا بعض الأحزاب السياسية التي أيضا طرف عراية الحزب قبل ما طرف عراية الوطن ونحن الآن في طار بناء الدولة لابد أن يكون هناك وحدة هدف فيما يتعلق بعمل الأحزاب السياسية ككل بحيث لا يمكن أبدا لحزب معين يرفع عراية الحزب ولا يرفع عراية الدولة الآن المحزاب السياسية كلها لابد أن يطرق لمستوى المسؤولية وأن يرفع عراية الوطن عندنا أيضا منظمات مجتمع المدني أيضا نشطة جدا الآن ونتمنى أن يكون لها صوت الآن زي ما أنت شايف في الشارع الليبي الآن العسيان المدني خاصة في العاصمة طرابس وبعض الدول الأخرى وهذا يعكس انشغال الشارع الليبي بما يزري لأننا الآن الشارع الليبي لم نرى نتائج ملموسة على مستوى الشارع فيما يتعلق بأداء الحكومة أو أداء المواطنة العام نحن كوزارة خارجية والتعاون الدولي لدينا رأي بالنسبة للشأن الداخلي وعلى تحاور مع الإخوة الوزراء وأيضا مع السيد الرئيس الوزراء وأعضاء المواطنة العام خاصة اللجنة الشؤون الخارجية ونتمنى أن يكون هناك خطة طريق يتم التوافق عليها تاريخ الانتخابات البرلمانية الفترة الزمنية التي تم فيها تاريخ الانتخابات البرلمانية وأنا أيضا شخصيا كمواطن ليبي أتمنى أن يكون هناك اتفاق حول نظام سياسي وعد لكي ينقل الدولة الليبية من المشاكل السياسية والعقبات التي نمر بها اليوم إلى مرحلة أكثر إيجابية وأنا من دعاة الحقيقة أن أسمح لي أن أذكر الكلام هذا بحكم أن الشارع الليبي الآن يستمع أنا من دعاة العودة للمملكة الدستورية دعني أسألك عن هذا الموضوع معالي وزير هذه التصريحات أثرت الكثير من الجدل منذ أن أطلقتها قبل أيام في صحيفة عكاظ على ما أعتقد السعودية تقول تطالب بالرجوع إلى الملكية السنوسية وأن ذلك يمثل الحل والضمان لعودة الأمن والاستقرار لليبيا وأن هذا أحد الخيارات المطروحة بقوة على الساحة الليبية هل تخلصتم من نظام القذافي لتعيدوا النظام الملكي مرة أخرى أولا لا بد أن نكون منصفين للملكية الدستورية التي اختطفت لمدة 42 سنة من نظام السابق لا بد أن يكون مخلصين وأوفياء للملك إدريس رحمه الله الذي ساهم في تحقيق استقلال ليبيا وساهم في توحيد ليبيا لا بد أن نكون مخلصين للوسطية والحركة السنسية التي فعلا تعكس الاتجاه الديني الوسطي في الوقت اللي نحن في ليبيا الآن هناك العديد من المجموعات المتطرفة التي تختطف القيم الإسلام السمحة التسامح والحوار نحن الآن نعيش في مجتمع لا زال مجتمع قبلي هناك اتجاهات فدرالية هناك انقسامات فيما يتعلق بالأحزاب السياسية وبالتالي العودة للملكية الدستورية وأنا أتحدث عن الملكية الدستورية النظام السياسي الذي مثله مثل النظام السياسي في إسبانيا على سبيل المثال وهو يعتبر نظام ديمقراطي واعد النظام في بريطانيا في السويد هناك العديد من التجارب أيضا في البحرين لو أخذنا مثال أردن على سبيل المثال الحصر أن الملكية الدستورية هي التي تعطي الاستقرار الملكية الدستورية هي التي تحقق العدالة الاجتماعية الملكية الدستورية هي التي تحقق الحقوق والحريات ونحن لا ننطلق من فراغ لدينا دستور 1951 ودستور المعدل سنة 1963 وهو من الدستير المتقدمة فعلا ولدي مبادئ مهمة جدا الشيء الوحيد أن ندخل تعديلات على دستور خاصة في متعلق بفصل السلطات وأيضا في متعلق بالبعد الحقوقي وخاصة لو أخذنا في الاعتبار أن خلال الستين سنة الماضية المجتمع الدولي توصل إلى أكثر من 120 سك حقوقي متعلق بحقوق الإنسان في كافة المجالات لو قدرنا أن نختصر الوقت ونركز على هذا الخيار السياسي الذي يعتبر أحد الخيارات السياسية ولا أقول أنه هو الخيار السياسي الوحيد أعتقد أنه خيار واعد وهو الصمام الأمان بالنسبة لخصوصية الشعب الليبي والوضع الليبي في هذه الحالة وضع الدولة الليبية التي تمر بمشاكل وتحديات كثيرة جدا سيد الوزير هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالميليشيات وفلتان هذه الميليشيات على الساحة الليبية البعض يشبه اليوم الوضع في ليبيا بأنه أسوأ من الوضع في أفغانستان في الفترة الماضية أسوأ من الوضع في الصومال عندما انهارت الحكومة المركزية المشاهد سالم عودة يقول إلى متى يستمر العنف في ليبيا ومن يساند الميليشيات والجماعات المسلحة مروان العجيلي يقول إذا لا تستطيعون السيطرة على الميليشيات فلماذا تدفعون رواتب لها؟ أيضا بلال ميديان يقول متى تتحرر ليبيا من سطوة المسلحين والميليشيات ويعود الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن الكثير من المشاهدين سيد الوزير كما لاحظ يعني يحملون مسؤولية ما يجري اليوم لسبب أساسي واحد وهو هذه المجموعات المسلحة التي يعتبرها البعض مجموعات بلطجة لا أكثر ولا أقل لماذا تدفعوا الرواتب لهم؟ أولا أخي العزيز بعض المجموعات المسلحة هي فعلا تحت وزارة الدفاع مباشرة وبعضها متعاون مع وزارة الداخلية ولابد أن لا نعمم فيما يتعلق بالحكم على المجموعات المسلحة بحيث أن نحطهم على مستوى واحد أولا زي ما ذكرت لحظتك في السابق ألاف من هذه المجموعات أو أفراد هذه المجموعات شاركوا في ثورة 17 فبراير وحقيقة أننا الأمن في ليبيا منذ تحرير ليبيا لغاية هذه الآن لا زالت العديد من المجموعات تساهم في أمن ليبيا بحكم أننا ليس لدينا وزارة الداخلية وعدد كبير من الشرطة التي يمكن أن يحمي الحقوق والحريات وليس لدينا عدد كافي وقدرة دفاعية بحيث أن الجيش أيضا يساهم في تأمين ليبيا وبالتالي لا بد أن نفرق بين هؤلاء المخلصين الذين يحملون السلاح الآن ويساهمون في تأمين ليبيا وخاصة القادة الميدانيين وأنا عندما أقول القادة الميدانيين القادة الميدانيين لديهم وعلى عاطقهم مسؤولية كبيرة جدا هؤلاء الذين شاركوا في تحرير ليبيا لا بد الآن أن يشاركوا في تأمينها وهناك مجموعات أخرى وأنا أسميها مجموعة فعلا مارك عن القانون خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك آلاف من المجرمين الذين كانوا في السجون الليبية وتم إطلاق صراحهم هؤلاء الذين الآن أصبحوا يلبسون البزة العسكرية ويرفعون الكلاشينكوف وهم مسؤولون عن عمليات عديدة من الاختطاف وعملية النهب والسرقة وبالتالي لا يمكن أن نعمم فيما يتعلق بالمجموعات العسكرية لدينا مجموعات التي هي فعلا قادرة على المساهمة في آمن ليبيا وهي مسؤولة وحسها الوطني عالي جدا الأمر يحتاج لصبر يحتاج لوقت حتى نتمكن من حل هذه المشكلة بطريقة أكثر ثلاثة مع الوزير عندي وقت قليل عندي سؤالين لو سمحت سؤال لأحد المشاهدين السيد عبدالله رضوان يقول الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمن والأمان في عهد القذافي كان أفضل مئة مرة مما تعيشونه الآن في ليبيا ما رأيك أولا ثمن الديمقراطية ثمن عالي جدا مش سهل نحن عشنا 42 سنة في نظام نظام السابق ولكن لم تكن فيه حقوق وحريات وليس هناك أي مساواء بين المواطنين وهناك قمع وتعذيب أنا في اعتقادي الشخصي كمواطن ليبيا كل موجود هذا الآن مع الوزير مقتنع قناعة كلية أنا بس حبيت نقول لك أنا كمواطن ليبيا مقتنع قناعة كلية حتى لو مرينا بعشر أو خمس تاشل سنة من التعب ومن المعاناة في سبيل إرساء دولة القانون ودولة المؤسسات لا لدينا مشكلة إطلاقا الانتقال زي ما ذكرت حظتك من الثورة لبناء الدولة ليس بالأمر العسير وهناك مجموعات كبيرة جدا ضد بناء الدولة وهناك أعوان النظام السابق لا زال يذخون أموال وذخون أناس وأفكار وستراتيجيات لوقف طيار الديمقراطي في ليبيا وبالتالي الانتقال ليس بسهل ولكن أهم حاجة أن هناك إيمان قوي من طرف الشعب الليبي بأن لا بد أن يبني دولتها ويبني مؤسساتها وإن شاء الله في يوم من الأيام ستكون ليبيا من الدول الواعدة التي ستساهم ليس فقط في بناء أمنها الداخلي واقتصادها ولكن أيضا ستساهم في بناء أمنها الأقليمي وأمنها الدولي مع الوزير في الدقيقة المتبقية أود أن أخذ خبر منك ما آخر أخبار الحكومة ما الذي سيحصل الآن الحكومة السيد عبدالله الثاني لن يشكل الحكومة إلى أين تتجه الأمور الآن نحن منتظرين قرار واتفاق من أعضاء المعطم من وطن العام خاصة الكتلات الآن التي تتشاور ونتمنى أن يتم اختيار رئيس وزراء في أقرب منصة ممكنة بحيث أن يتم تعيين حكومتها خلال الفترة الانتقالية بحيث أن نحن نبدأ في الإعداد للانتخابات البرلمانية بإذن الله شكرا جزيلا لك سيد محمد عبدالعزيز وزير الخارجية الليبي على وجودك معنا هذا المساء مباشرة من القاهرة موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية